السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاصين شكرا الله يتزاك خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إسانه وفي الأنبياء المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبحكي موقف حصل لي قبل تقريبا أربع أيام غالبا يحصل معنا جميعا كان عندي معاملة بسيطة في أحد الدوائر الحكومية وصراحة مش لتهم هذه المعاملة نهائيا ليش لأنه الدائرة الحكومية اللي بقضي فيها المعاملة في واحد من أقارب يشتغل بهذه الدائرة فكتبت طار شلوى بيقضي للموضوع ولا أحتاج أخذ موعد من الموقع حق الوزارة ولا أحتاج يعني بيأخذ المعاملة بيقضيها لي بيخلصها لي على أكمل وجه فنمذيك الليلة وأنا مرتاح هذه الثقة وهذه الراحة وهذه الطمأنينة ليش ما تكون موجودة إذا احتجنا شيء من الله سبحانه وتعالى مع أنه اللي أمر أو اللي سخر للشخص هذا بالدائرة الحكومية هو الله سبحانه وتعالى يعني ما قضى لي الشغلة هذه إلا الله سبحانه وتعالى لكني أنا ما وثقت بالله سبحانه وتعالى قد ما وثقت بهذا الشخص وهذا خطأ أقع فيه ونقع فيه أغلبنا يعني للأسف فإذا جاء الواحد يدعي أو جاء الواحد مثلا يقضي له شغلة أو حاجة لازم يعني كلنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى لكن ما نستشعر يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى باللسان أنا توكلت على الله سبحانه وتعالى لكن استشعار التوكل على الله سبحانه وتعالى حق الشعور هذا اللي ينقصنا دائما بالدعاء وهذا اللي ينقصنا دائما في حياتنا اليومية عشان كذا الواحد أو أغلبنا ما يحس بلذة وهو يدعي وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى وهو يناجي الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لما كان يخاطبه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سأله وش اللي بيدك هذه كان موسى عليه السلام يقدر يقول هذه عصاي لكنه ش قال قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر مطط بالكلام وفصل بطريقة كبيرة ليش لأنه يتلذى أنا قاعد أخاطب الله سبحانه وتعالى فأتمنى أن نستشعر هذين الشيين التوكل على الله سبحانه وتعالى والتلذذ في مخاطبة الله سبحانه وتعالى ودعاءه ونذكر قوله تعالى قل يدعوني أستجب لكم وقل يدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون لجهنم وقال ربكم ودعوني أستجب لكم الله سبحانه وتعالى يطلبنا أننا ندعيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شمعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر